اهلا بكل مشتركين قناة عربيتي كيف بدأت السيارات الكهربائية سؤال تم طرحه في الفترة الاخيرة بعد انتشار كبير جدا للسيارات الكهربائية في دول العالم وحققت مبيعات كبيرة حيث ارتفعت مبيعاتها في جميع دول العالم وعلى سبيل المثال في ايطاليا في عام نكسة مبيعات السيارات بنسبة 750% زيادة في عام 2020 عن عام 2019 ويتساءل البعض هل بدأت سيارات الاحتراق الداخلي قبل السيارات الكهربائية ام بعدها وعلى الرغم ان الاجابة البديهية ان سيارات الاحتراق الداخلي زهرت قبل سيارات الكهرباء الا ان المعلومة التي لا يعرفها البعض ان سيارات الاحتراق الداخلي زهرت بعد سيارات الكهربائية ب56 سنة وتحديدا في سنة 1832 زهرت اول سيارة كهربائية في التاريخ قبل 188 سنة في سنة 1832 على يد روبرت اندرسو وكانت السيارة الكهربائية هي التطور الطبيعي للسيارات التي جاءت بعد السيارات البخارية التي زهرت لاول مرة في التاريخ في القرن السادس عشر وكانت هذه هي بداية السيارات إلى أن وصلت إلى اليوم الذي نعيشه ثم تطورت بعد ذلك السيارات الكهربائية وحققت انتشارات واسعة لدرجة أن في سنة 1912 كان عدد السيارات الكهربائية على الطرق أكثر من 38800 سيارة وكان المدى الكهربائي للسيارة في الوقت ده 180 ميل وكانت الطرق غير ممهدة وكان فيه انتشار لمحطات الشحن الكهربائي وكانت هي المفضلة لدى الشعوب لأن سيارات الاحتراك الداخلي اللي ظهرت لأول مرة سنة 1888 على إيد الألماني كارل بنز كانت تحتاج لمجهود عضلي ومع ذلك اختفت السيارات الكهربائية بالتدريج من الأسواق وانتشرت سيارات الاحتراك الداخلي وبالمناسبة كان أول ظهور لأول سيارة في العالم بمحرج احتراك داخلي كان في 29 يناير سنة 1886 حينما حصل الألماني كارل بنز على براءة اختراع في ألمانيا برقم 37435 ودلوقتي السؤال بيطرح نفسه لماذا فشلت السيارات الكهربائية؟ الإجابة بسيطة وهي أن في سنة 1912 انتشرت سيارات البنزين بشكل كبير لتمثل 90% من مبيعات السيارات وفقا لموقع وذلك لعدة أثبات منها أن سيارات البنزين أسرع من الكهربائية والمدى أكبر ولو تعطلت بسبب انقطاع الوقود ممكن تملى التنج في 5 دقائق وانتشار محطات الوقود وأيضا نجحت وانتشرت بسبب سعرها الرخيص مقابل السيارات الكهربائية حيث كانت تباع فورد موديل تي بمبلغ 850 دولار وهو أقل مرتين من ثمن السيارة الكهربائية وفي نفس السنة سنة 1912 ظهرت البطارية اللي نعرفها النهاردة اللي موجودة في عربياتنا مأخوذة من فكرة السيارات الكهربائية لتكون بديلا عن التشغيل يدوي للسيارة لتوفر المجهودة العضلي وهذا أيضا ساعد على انتشار سيارات البنزين بقوة والأمر الأكثر أهمية هو رخص سعر البنزين مقارنة بالكهرباء لتبدأ سيارات الاحتراق الداخلي في انتشار واسع وتكون السيارة الأولى في العالم حتى ظهرت شركة تيسلا الأمريكية لتحمل أول سيارة كهربائية تصنع بإتقال لتجمع بين المدى والقوة والجمال التصميم والسعر المناسب طبعا وهي تيسلا موديل سري لتبدأ السيارات الكهربائية وتنتشر بعد هذه السيارة ومع قرارات الحكومة هذه الأيام بحظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي بداية من سنة 2025 لتنتهي بشكل نهائي في سنة 2050 القرار ده بيأكد نجاح السيارات الكهربائية في الانتشار يعني في المجمل انتشرت السيارات الكهربائية لنفس أسباب انتشار سيارات البنزين في سنة 1912 والتي تتمثل في التخفيضات الجمهورية والإعفاءات الكاملة في بعض الدول والإعفاءات الضريبية وتوحيد سعر الكهرباء لشحن السيارات والحوافز التي تصرف عند شراء سيارة كهربائية وقد تصل إلى 3000 دولار والترويج والتمويل الحكومي لشركات صناعة السيارات الكهربائية وأعلنت ألمانيا عن حوافز 6000 يورو لمشتري السيارة الكهربائية كما ذكرت CNBC وأعلنت بريطانيا عن حافز 3000 دولار وأيضا أعلنت مصر عن 50 ألف جنيه حافز لمن يشتري سيارة كهربائية التي تصنع في مصر هناخد مثال النرويج التي يفتخر صناعة القرار ومؤيده البيئة والتغيير المناخي بتجربتها ونشرح لماذا هذا الانتشار العجيب الذي يمثل 60% من المبيعات انتشرت السيارات الكهربائية في النرويج لهذه الأسباب 1- ارتفاع سعر البنزينة الذي يعتبر الأعلى في العالم 2- السيارات الكهربائية معفاة من الضرائب التي تصل إلى 100% على سيارات الاحتراق الداخل 3- شواحن الكهربائي في الطرق العامة في النرويج مجانية لكل السيارات الكهربائية 4- اعفاء السيارات الكهربائية من رسوم استخدام الطريق 5- أسعار الكهربائي في النرويج رخيصة بشكل كبير جدا وبكده يكون انتهى التقرير بتاعنا عن ظهور السيارات الكهربائية وظهور السيارات الاحتراق الداخلي ولو شايف ان انت استفدتم الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وشير وتشترك في قناة عربيتي واستنونا في فيديوهات جاي لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة